اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا بتقطع معايا ولا فيها اي مشكلة من المشاكل على الاطلاق مبدئين يا جماعة بدأت بالحاجات دي بدري الاسعار بتزيد واحنا في غلاء الوقتي فنبدأ نجهز حاجتنا من الوقتي ان شاء الله واقولك ازاي تحافظوا على الحشوات وستنبوست بان اكناها طازة ازاي مبدئين احنا ما كناش بنجيب غير نوعين السنبولة والكرامة دي اقوى منهم بكتير بشهادة كل اللي جربها لشربة زيت ومقرمشة يا جماعة وفعطة ريان رهيب ياريت بقى يا جماعة كل اللي لسه جديد ينزل يعمل اشتراك وتفعيل الجرس واهم حاجة كل اللي موجود اعجاب للفيديو ومشاركة وما يستوش تسيبولي تعليق عشان تحلقتكم بتفرحنا جدا ياريت الاعجاب يا جماعة للفيديو عشان الكل يستفد ويطلع نتائج نجحة يلا نبدأ اول حاجة يا جماعة معايا 500 جرام دقيق مخبوزات ما ينفعش جماعة الاغراض ما هي عادل 4 كوب من الكوب الفرنسا والعادل اللي في كل بيت 15 جرام ملح ناعم معلقة كبيرة 25 جرام زيت 2 معلقة كبيرة تمام زي ما انتو شايفين يبقى 500 جرام دي مخبوزات ولا المخبوزات ما بيرطبش معايا بسرعة وما بيخليش الطبقات تلزق معايا في بعض وبيدك عم وتستحلوة للسنبوسة في نفس الوقت 15 جرام ملح معلقة كبيرة 25 مل زيت 2 معلقة كبيرة في الفوت بروسسور كده او بالايد باخد المكونات مع بعض انا مش عايز عجينة مخدومة اوي تكون عادية معايا مش مخدومة اوي تمام مش اللي انا اكين بتعامل بقى مع فطير او عجنة فطائر او كلام من ده ما لهاش علاقة العجينة دي بالحاجات دي لان لو طررت العجينة بالزادة عن اللزوم هتراه هتطرب الزيادة هتفتح معاك اكتر هتلزق مش هتدي معاك نتاج موردية تمام انا بس عشان دراع اقيل لكم من كام فيديو فات عند صدع في دراع اليمين فاخدتها في الفوت بروسسور مجرد ما بتاخدش معايا دقيقة دقيقة ونص تمام مجرد ما تلم بس مش تتخدم تلم فقط تمام بتبدأ تلم معايا هزا زي ما انتو شايفين وبعد كده نشوفها نشتغل ازاي ده القوم اللي انا عاوزه عجينة مش مخدومة بس لما اهي شايفين مفتحة بس جديدة شوية هبدأ كده يا جماعة اشير العجينة والاماها على بعضها هو ده القوم اللي انا عايزه اركزه فيه وغطيها كده يا جماعة ببلاست الغذاء او كيس تلاجة فضع عندي زي ما انتو شايفين بالشكل ده وريحها لمدة نص ساعة ما يقلش عن كده نص ساعة وديه المخبوزات يا اما تجيبه سايب والناس اللي برا او عندها هايبر او سوبر ماركت بيبقى يا جماعة في ركنل دي مكتوب دي للبتزا والمخبوزات هو ده انما الناس اللي هتروح لأي محل مستلزمات تقولون ان عايزت ايه مخبوزات يا اما جلد الجمل يا اما نجو ما بيده السايب بابدى قطع العجين بتاعي يا جماعة واوزنه بحوالي 93 جرام كل قطعة قبدي يا جماعة الليمون اللي هو الكبير اللي احنا بنزهين به لاتباق يعنى وكده وبعد كده نشوفها نشتغل ازاي عملت معايا يا جماعة تمانية بابدأ اقور كده وبراحة ايدي وهلفها على شكل كورة او بقفلها زي السورة وتأكد من الاطراف من القعدة هكذا لو مبتدئين في الحركة دي اقفلوا عادي زي ما اكنكم بتعملوا تقرصوا عجين كلام من ده نغطى علي يا جماعة ونراحها ربع ساعة وبعد كده نشوفها نشتغل ازاي عشان ندخل بقى في الملاحظات اللي بعد كده العجين رايح معايا هو هاخد كده اربعة باخد كل اربعة مع بعض وغطى على الباقي عشان ما ينشفش معايا رشد دي كده يا جماعة من فوقه من تحته صغيرة تمام وببدأ افرد كده على شكل بيضاوي يعني شكله مستطيلي في بيضاوي الاول وبعرض بعد كده يتبقى واخد معايا شكله مستطيل زي ما انتو شايفين كده يا جماعة بتتفرد معايا بكل سهولة الدية ده يا جماعة ممتاز في الشغل وهيطلع معاكو نتاج مرضية واستحالة تلزق معاكم وهقولكو الاصرار برضو اللي ازاي ما تنشفش الناس اللي بتهدر معاهم الطبقة اللي فوق والطبقة اللي تحت بسبب اه اقوله هكذا يا جماعة رشد دي كده صغيرة من فوق ومن تحت بفرد بشكل بيضاوي واجم العرضة خليها واخد معايا شكل المستطيل لحد ما بنخلص الكمية شايفين العجين مراحوا تمام ازاي بابتع شده يبقى مساول بعضه بس كده كمان لما نخلص معايا بعد كده يا جماعة زيت تمام ونشة مش دقيقة باخد كل طبقة الفرشة معايا وبدهن ما فيش حتة ما يبقاش فيها نقطة زيت ابقى شايفة بعيني مش بالفرشة بعيني ما بتاخدش زيت كتير يعني ربع ونص كبايا كده للمقداركن رشة نشة يا جماعة بابدع كده مساحها على العجين براحة ايدي كده وحط الطبقة التانية وادهن زيت وعين اللي بص على العجين مقرب عيني قوي عشان اغلفه كويس ورشة نشة مش نازم تعملها بايدك عادي يعني النشة افضل مديه بمراحل وده اللي تقلي بدهن زيت وبرش نشة والطبقة التانية بدهنها من وشة زيت وبقلبها ما بدهنش من فوق العجين زيت تمام؟ اهو في الاخيرة كده بقلبها كده من فوق ما بدهناش حاجة عشان دلها افرد منه بزبط كده الاطراف على بعضها يا جماعة براحة ايدي زي ما انتو شايفين وراحة بس خمس دقايق مش اكتر من كده اغطى عليها فوتا راحة خمس دقايق بعد ما راحتها خمس دقايق ببدأ يا جماعة افرد كده تمام؟ بمستطيل ابعاده تلاتين فاربعين معايا مصطرة بقس بيها تمام؟ طبعا اولادكم معهم مصطرة او كده بس احنا نشتغل بحاجة يعني للشغل بتاعنا تشتروا مصطرة يعني لشغلكوا كده تلاتين فاربعين لان لما تلم هتوصل لثمانية وعشرين في أربعين بعد كده يا جماعة معايا صاجم شغل شو على البتوجز الوسط والوراها احط الصاجمة ولعوش من الاول من قبل بداية الشغل لأ واما خلص شغل احط ايدي واقلبه على وشه وبلاش استخدم صاج استلس عشان اللي استلس بيهبب وهد اول يا جماعة محسن للصاج سخن اهد النار يعني كان الاول على النار عالية بعد كده اول ما سخنه ايدي ما عددش مستحمله انزل النار لتحت واحط كده العجينة بتاعت زي ما انتو شايفين واجيب الاجناب كده تمام وقت ما اللون يغير بابدى قالب العجين تمام الحتة اللي اخدت لون دي ملحوظة قبل ما تحطيه على النار امسح العجين من قعدته ومن وشه بعد ما يتفرد بفرشة بعد كده اما بطلعه من على النار لحد ما لونها يغير بابدى افصل فاكده يا جماعة بتتفصل معايا بكل سهولة زي ما انتو شايفين وقت ده شفافة معايا ومش مقطعة ما شاء الله قدامكما والعجين يا جماعة قبل ما يتحط على البتوجز ما يكونش قوموا رقاية اوه ولا تخين اوه لان لو رقاية اوه هيلزق وهتبقى ورقة السنبوسة يعني مهرية ولو تخين اوه هتبقى مجلدة معاك ومش هتلفه اصلا ما شاء الله العجين قدامكم اهو رهيب ولا في حاجة نشفة ولا طبقة هيدرت بس اكدت عشان ما ياخدش لون من تحت امسح بفرشة قبل ما حطه على الصاق بتاعي وسخن الصاق بعد مفرد اعلي النار على اعلى حاجة وبعد كده يا جماعة الزل النار وقت ما ايدي ما تستحملش احط العجينة بتاعته واجيب الجناب لو ما اخدتش لون او لو ما اخدتش تسوية وهكذا واعرف ازاي اللي استوى اترفع من على النار بلاي الطبقة اللي تحت بتفصل معايا يا جماعة طلعت من العجين كده ارفع من على النار على طول بعد كده ببدأ اقطع التروف يا جماعة ما برمهاش تمام بعمل بها المعالي عادي بس بتمقى فيها حط التخن من العجين يعني لان تخن العجين بيجى على الاطراف ببدأ كده اشيل مش هقولكوا ابعاد في الزيادات دي براحتكم بس هام حاجة نشيل التخن اللي على الاطراف بس بقطع يا جماعة ستة سنتي انا مقطعها عرض عشان تجيب طول معايا انتو لو قطعتوها طولي تمام؟ هتجيب كمية معاكو اكتر وما انصحش اي حد يقطعها عرضي لو مبتدأ عشان اللفات لو انت مبتدئين مشاء الله شففة فيها ورهيبة مشاء الله قدامكم طحفة ولسه ازبط الطرف اللي تحت برضو انا قلت اوريكم عشان محدش يقول لي جايبها جازة تمام اها بضعت عليها بترجع تاني وبتتفرد ولا بتقطع وقد ايه شففة معايا لحد ما خلصته مشاء الله العجينة طحفة معايا هاي وشففة ازبطت برضو الاطراف بس مردتش هزبطها في الاول عشان محدش يسيب لي في التعليقات ده انت يا جايبها جازة فقولت قبل ما نشل الطرف اللي تحت يعني اوريها لكم تتلف معايا بكل سهولة هعلمكم برضو تلفوها ازاي مجاهز ده يا جماعة حشوتين معايا لحمة مفرومة لو هخزن السنبوسها بالوقت اقلل البصل عشان ما يعملش راحة غير مستحبة ومكس جيبها لعزيم تعمله فراخ اللي انتوا حابينه مفيش اي مشكلة بطن الطرف كده بتاع السنبوسها من الجهة اليومنا وخلي الطرف عالطرف وهمسح كده بخليط معايا مع لقتان ديق بليلهم بشوية مية ومخففهم وبلف عكس الاتجاه واحدة راحة واحدة جاية نخدها بالمبدأ ده وبفتح كده زي الجيب وببدأ احشم اللحمة المفرومة بتاعت المتعصجة وقلت لو اطول في عمر السنبوسها معايا في الفرزر ما كترش بصل عشان طعمها ما يغيرش واحدة راحة واحدة جاية تمام؟ وببدأ كده من اعمل بالخليط اللاصق اللي هو معلقتان ديق وشوية مية وابدأ كده ادخل الطرف في اخر السنبوسها بتاعدي ما شاء الله قدامكم تحفة واحدة كمان باتني كده تنتمي الشمال المرادي بعمل مسحة من الخليط اللاصق وباتني عكس الاتجاه تمام؟ وببدأ افتح زي الجيب وببدأ احط من الحشوة بتاعتي وببدأ ألف بصهم يا جماعة ببطأ ايدي هوا واحدة راحة واحدة جاية وببدأ احط من الخليط اللاصق بتاعي لحد ما بخلص الكمية بتاعتي هو يا جماعة ما حشتهاش كلها بصراحة عينت الباقي في الفريزر مسحت بان الطبقات الزيت عشان الفيديو كان طويل قوي واغلفته ببلاستي كراب وصيبته في الفريزر بدأت احمر كده عشان اقرر لكم النتيجة والمصداقية شايفين قدائي نفخة يا جماعة ولمع ولونها دهبي وعملة فقاكيع معايا قدمت منها شوية هوا والباقي حفاسته فعلها في الفريزر وباقي الورق اللي ما تلفش دهنت بين الطبقات الزيت والنا ترى ما شاء الله واضحة قدامكم اتمنى يا جماعة الفيديو يكون عجبكم لو الفيديو عجبكم ما حدش نسيسيب اعجاب للفيديو والسلام عليكم